هذا هو كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رحمة الله عليه المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة هذه مقدمة الشيخ المفيد والعالم البارع نستطيع أن نكتشف من خلال مقدمته ماذا يريد أن يقول ماذا في كواليس هذا الكتاب المفيد هكذا يقول هذه الصفحة الأولى يقول هذا كتاب ألفته وصنفته هذا كلام طبيعي ولكن الكلمة القادمة غريبة لا تستعمل في مثل هذا المقام هذا كتاب ألفته وصنفته وصنفته وألعجت في جمعه وإسباغه ألعجت ألعجت العاجا هذا التعبير غريب ما المراد من هذا التعبير حين أقول ألعجت ألعجت أنني حرقت بنار الألم هذا هو الإلعاج يقولون يقولون لواعج الحزن حينما يسيطر الحزن على القلوب والأفئدة فيقال لذلك هيمنت عليها لواعج الأحزان الذي يضرب ضربا مبرحا ويتألم ألما شديدا يقول عن نفسه من أنني ألعجت أو ألعجون العجون بضربهم المبرح وآلمون عبارة غريبة تأتي هنا هي تكشف عن الحالة النفسية للمفيد بعد كل هذا العمر وإذا بعشرات ما ألف من الكتب كان قد ألفها في ضلال وهو يريد أن يبدأ من الصفر فماذا سيدرك من الذي فات وماذا سيصحح من الذي غبر ولذا يقول وألعجت في جمعه وإسباغه وأقحمته فنونا من الأحاديث وعيونا من الأخبار ومحاسن من الآثار والحكايات في معاني كثيرة في أي موضوع من مدح الرجال من مدح الرجال وفضلهم وأقدار العلماء ومراتبهم وفقههم أي علماء إنه يتحدث عن أصحاب الأئمة هؤلاء هم السلف الصالح الذين ورد ذكرهم في الرسالتين وجعلهم الإمام أساسا لمنهاج وطريق ميز وفقا له بين مجموعتين بين مجموعة قليلة تمسكت بمنهج السلف الصالح ومجموعة كبيرة خائنة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وعادوا إلى السلف الصالح فمزقوه هذه المجموعة الكثيرة وإلى يومك هذا يفعلون الأمر نفسه يذهبون إلى رواة الحديث يمزقونهم نادرا ما يمدحون راوية حديث لكنهم حين يتحدثون عن علماء حوزة الضلال يمدحونهم جميعا هل هذا الكلام منطقي لماذا أصحاب الأئمة يذم أكثرهم ويمدح القليل منهم في كتب الرجال بينما كل علماء الحوزة الطوسية يمدحون أي منطق هذا ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع وهذا أدل دليل على ضلال القوم هناك كثيرون في أصحاب الأئمة يستحقون الذم لكن المشكلة أن الذين يستحقون الذم هم الذين يمدحوا والذين يستحقون المدح هم الذين يذمون أنا قلت لكم ذول يشتغلون بالمقلوب بقصد من دون قصد يشتغلون بالمقلوب لماذا لأن عقولهم مستدبرة ولأن ثقافتهم ثقافة مستدبرة دائما أقول إمام زماننا مشرق ونحن مغربون الشيعة مغربون والذين يقودون قافلة الشيعة في تغريبهم هؤلاء هم إنهم أصحاب العمائم الكبيرة الذين يلاقبون بآيات الله العظمى بآيات الشيطان العظمى هذا هو الواقع الموجود بيننا لماذا أكثر أصحاب الأئمة يذمون أنا لا أقول أن جميع أصحاب الأئمة لا بد أن يمدح لكن لماذا يذم أكثرهم من قبل هؤلاء وفي الوقت نفسه يمدحون جميع أصحاب العمائم مع أن الروايات تمدح أكثر أصحاب الأئمة وتذم أكثر أصحاب العمائم رواية التقليد تذم أكثر أصحاب العمائم وروايات أخرى كثيرة الأمر يجري بالعكس يذمون أكثر أصحاب الأئمة ويعرضون عن رواياتهم ويمدحون جميع علماء الحوزة الطوسية مع أن أكثرهم مضاريط وحق الزهراء فإن أكثرهم مضاريط لا هم بعلماء ولا بطيخ لا مضاريط وأقول هذه الكلمة وأنا قاصد ولا أندم عليها أكثرهم مضاريط كتبهم تدل على ذلك من الأموات أو من الأحياء جهال سخفاء تافهون عقائدهم ضالة بتمام معنى هذه الكلمة هذا هو الواقع الموجود الأمر هو هو الحكاية هي هي ولذا فإن المفيد وهو راجع إلى مسار الحق بادر إلى هذا الكتاب والذي أظنه من أنه بادر إلى هذا الكتاب بعد الرسالة الأولى التي تحدثت عن السلف الصالح فجاء راكضا وصنف هذا الكتاب وبحرقة مثل ما يقول هذا كتاب ألفته وصنفته وألعجت أذيت كثيرا وألعجت في جمعه وإسباغه الكتاب ما هو بكبير جدا الكتاب عادي في حجمه هذا هو كتاب الإختصاص كتاب عادي في حجمه المفيد ألف كتبا بالعشرات وبعض هذه الكتب أكبر من هذا الكتاب فلم يقل من أنه قد ألعج العاجا في تأليفها القضية ليست بخصوص الكتاب نفسه وإنما بخصوص الحالة النفسية التي تسيطر عليه بسبب مقدماتها بسبب الظرف الموضوعي الذي كان يعيشه إنه نادم متحرق على ما تقدم منه من الهراء والخراء والضلال فلذا سارع إلى أن يجمع في هذا الكتاب من الموضوعات ما كان قد أساء في ذكرها في كتبه الضالة السابقة جاء الكتاب مضطربا لو سألتموني بحسب خبرة المحدودة في كتب الحديث لو سألتموني عن كتب الحديث وعن تنظيمها واتساقها وتنسيقها كم أعطي من درجة في التنظيم من عشرة لهذه الكتب أضرب لكم أنثلة بصائر الدرجات لمحمد ابن الحسن الصفار أعطي عشرة من عشرة في التنظيم والتبويب والتنسيق ووضع الأحاديث في مواطنها مع أنه تعرض لتحريف وتصحيف ولكن مع ذلك تنظيمه وتنسيقه بالنسبة لي أتحدث عن معرفة المحدودة أعطيه عشرة من عشرة الكافي أعطيه عشرة من عشرة غيبة النعماني أعطيه عشرة من عشرة وفوقها نجمة إنه أدق تنظيما غيبة النعماني أدق تنظيما وتنسيقا مع أنه تعرض للتصحيف أيضا ولكن لا زال يحافظ على جمال هندستها الرائعة لقد رتب الأحاديث بشكل غريب النعماني رضوان الله تعالى عليه كل خبرته وتجربته في كتاب الكافي اعتصرها اعتصرها ووضعها في كتابه الغيبة كامل الزيارات لشيخنا جعفر ابن قولوي عشرة من عشرة كتب الصدوق الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه تسعة من عشرة بقية كتب الصدوق ثمانية من عشرة سبعة من عشرة ستة من عشرة فدقة التنظيم فيها مختلفة كتب الطوسي الحديثية خمسة من عشرة اتحدث عن التهذيب عن الاستبصار عن غيبة الطوسي عن الامال التنسيق والتنظيم فيها ليس دقيقا وضبط النصوص ليس دقيقا ايضا في كتب الطوسي الطوسي كان ضابطا للثقافة الناصبية ولذا علماء السنة الذين اطلعوا على كتاب الخلاف للطوسي يعتمدون كتاب الخلاف في كثير من الاحيان ويقدمونه فيما نقله من اراء الشافعي وابي حنيفة والاخرين من المخالفين يقدمونه حتى على كتب المخالفين انفسهم لانهم يعرفون حقيقة الطوسي يعرفون ان الطوسية ما هو بشيعي حقيقي يعرفون هذه الحقيقة علماء السنة فيعتمدون كتابه الخلاف الذي ينقل فيه اراء المخالفين هو دقيق جدا في نقله لاراء المخالفين ثقافته الناصبية واسعة ودقيقة بخلاف ثقافته الشيعية اتحدث عن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي اللعين ومؤسس حوزة النجف اللعين اما هذا الكتاب اذا اردت ان اعطيه درجة في تنظيم الاحاديث صفر من عشرة كتاب مضطرب لا اتحدث عن الاحاديث ولا اتحدث عن مضامينها وانما اتحدث عن الطريقة التي نظم بها ورتب بها الشيخ المفيد هذا الكتاب يبدو لي انه كان مستعجلا جدا الا اذا كان قد نظم الكتاب بشكل صحيح وبعد ذلك جاء من عبث بالكتاب وهذا الاحتمال وارد لكنني لا املك دليلا على ذلك الكتاب مضطرب لكنه يشتمل على اجمل الاحاديث واحلى الاحاديث هذه التي يشكلون عليها فيقولون من ان الكتاب يشتمل على الاحاديث الغريبة حينما يتحدثون عن كتاب الاختصاص لانها تتحدث عن شؤنات محمد وآل محمد او عن شؤنات اوليائهم المخلصين عن شؤنات السلف الصالح وهذا لا يروق له لا يروق لهؤلاء الشياطين من مراجع الحوزة الطوسية اللعينة الكلام الكلام طويل والوقت يجري سريعا وانا عندي الكثير من المطالب فماذا اصنع لهذا الوقت اعيد قراءة ما جاء في مقدمة المفيد يقول هذا كتاب ألفته وصنفته وألعجت في جمعه وإسباغه وأخحمته فنونا من الأحاديث وعيونا من الأخبار ومحاسن من الآثار والحكايات في معاني كثيرة من متح الرجال وفضلهم وأقدار العلماء ومراتبهم وفقههم قال محمد ابن محمد ابن النعمان هذا هو المفيد وهكذا كانت الكتب تبدأ حدثني أبو غالب أحمد ابن محمد الزراري نسبة إلى زرارة وجعفر ابن محمد ابن قولوي هذا أستاذه هؤلاء أساتذة المفيد وابن قولوي صاحب كامل الزيارات هو من مشايخ المفيد عن محمد ابن يعقوب إلى بقية ما ذكر في سنده أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في بعض خطبه أيها الناس أيها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه هذه براعة استهلال باعتبار أن المفيد سيذكر السلف الصالح والذين يذبهم أولئك الذين جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو منهج الضلال هو هو اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه الناس أبناء ما يحسنون وقدر كل امرئ ما يحسن فتكلموا في العلم فتكلموا في العلم تبين أقداركم تبين أي تتبين تبين أقداركم فتكلموا في العلم تبين أقداركم ويستمر في كلامه هذه براعة واستهلال واضحة إذا ما رجعتم إلى فهرس الموضوعات وأنا لا أجد مجالا لقراءة كل ما جاء في في فهرس الموضوعات خلقت الأرض لسبعة بهم ترزقون الذين حضروا الصلاة على فاطمة سلمان المحمدي ومن معه خلقت الأرض لسبعة بهم ترزقون ارتداد الناس بعد النبي إلا ثلاثة إنه يتحدث عن هؤلاء الثلاثة سلمان والمقداد وأبو ذار ذكر السابقين المقربين من أصحاب أمير المؤمنين وهم الأركان الأربعة وذكر التابعين الأركان الأربعة سلمان والمقداد وأبو ذار وعمار هؤلاء هم الأركان الأربعة أصحاب الحسن بن علي المشتبى أصحاب الحسين بن علي أصحاب علي بن الحسين وهكذا هؤلاء هم السلف الصالح المفيد ألف هذا الكتاب لذكر السلف الصالح هؤلاء هم العلامة المشخصة للطريق الصحيح بعيدا عن المجموعة الثانية عن مجموعة الضلال التي تذم أكثر هؤلاء وتمدح جميع الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مثل ما يتحدث الدخيون في الإنترنت وهم يمدحون جميع المعممين ويقولون من أن الحوزة حديقة ورد ولكل وردة رائحتها والله ما هي إلا أكوام من الغائط ومن فضلات الخنازير والكلاب وسائر الحيوانات ومن غائط بشر مريض فكل غائط له رائحته الكريهة لهم بحديقة ولا نعل هذا هو الواقع قرأت عليكم ماذا جاء في كتب المفيد وهو أفضل المراجع هذا الخير من المراجع أما هذه الزبالة الموجودة الآن فهؤلاء قذارتهم وضلالهم لا مثيل له في تعريق الضلال هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات من دون رتوش المفيد إذن يحاول أن يجمع ما يستطيع أن يجمعه على كبر سنه هذه السنوات الأخيرة من حياته المفيد المفيد توفي في السادسة والسبعين من عمره والرسالة الأولى وصلت إليه سنة أربعمية وعشر للهجرة وهو توفي في أوائل شهر رمضان سنة أربعمية وثلات عشر للهجرة فهذه أيامه الأخيرة ولأن الكتاب لم يكن مشهوراً وذائع الصيد كبقية كتبه التي انتشرت أيام شبابه أو أيام كهولته وحينما كانت مرجعيته مرجعية تتعانق مع النظام السياسي آنذاك مع النظام البويهي البويهيون هم الذين كانوا يحكمون العراق صحيحاً أن الخليفة العباسية في قصره موجود لكن الحكام الفعليين هم البويهيون وكانوا على صلة مع مرجعية المفيد بشكل واضح وهذا موضوع خارج عن بحثنا فأنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ مرجعية المفيد لا حاجة لي بهذا الموضوع إنما أردت أن أبين لكم أن المفيد كان ضالاً كان منحرفاً عن منهج السلف الصالح ولكنه رجع بعد ذلك آئباً بتوفيق من إمام زمانه فهو الذي ألهمه الحق وقد حدثتكم ما حدثتكم عن مضامين وطوايا الرسالتين الشريفتين التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة إلى أن وصلنا إلى حديثنا عن كتاب الإختصاص أعتقد أن صورة إجمالية تحققت في أذهانكم عن هذا الكتاب مرّة مرّة علينا في ضلال المفيد وفي كتب ضلاله من أنه قدح في عصمة محمد وآل محمد وقدح في علمهم وقدح في كمالهم مثل ما قرأت عليكم من كتابه تصحيح الاعتقاد إنه يحاول أن يصحح ما قد بدر منه على سبيل المثال أشير إلى عنوين الموضوعات ولن أقرأ عليكم من الروايات الوقت لا يكفي كان في نية أن أأخذ رواية من كل عنوان لكن الوقت لا يكفي بحسب الطبعة التي بين يدي والتي أشرت إلى مواصفاتها أقرأ من الفهرست قدرة الأئمة وما أعطو من ذلك ما أعطو من الولاية صفحة مئتين وسبع عشر خزائن الأرض ومفاتيحها للأئمة صفحة 269 طاعة الأوصياء مفترضة مفترضة على الجميع صفحة 277 جهات جهات علوم الأئمة وأن علم رسول الله وعلوم الأنبياء الذين قبلهم كان عندهم صلوات الله عليه صفحة 278 وسلسلة تتفرع على هذا العنوان بخصوص علم محمد وآل محمد في أن الأئمة يعلمون جميع الألسن واللغات صفحة 289 في أن عندهم كتب الأنبياء يقرؤون على اختلاف لغاتها صفحة 292 في أن يعرفون منطق الطير صفحة 292 في أن يعرفون منطق الحيوانات في أن يعرفون أحوال جميع الناس عند رؤيتهم في أن الأرض تطوى لهم 315 في غرائب أحوالهم وأفعالهم 320 في أن الأئمة كلهم محدثون مفهمون 329 في أن هم مفوض إليهم 332 كل هذه الأبواب تشتمل على مجموعة مهمة متنوعة من الأحاديث الشريفة جمعها المفيد ولكنه لم يكن قد نسقها بحسب النسخة الموجودة عندنا بشكل جميل إلا أن الأحاديث موجودة في هذا الكتاب هي تتعارض تعارضا كاملا مع الذي تحدث به في كتابه تصحيح الاعتقاد أو ما أجاب به على أسئلة الذين سألوا في المسائل العكبرية وهو من كتبه المسائل العكبرية من كتب المفيد الذين سألوا عن علم أمير المؤمنين وعلم إمامنا الحسن المشتبى وعلم سيد الشهداء فيما يرتبط بما يجري عليهم من الأحداث والوقائع وقرأت عليكم جوابه الركيك وجوابه التافه السخيف إلى أبعد الحدود وهذا هو الجواب الذي يجيب به سائر مراجع الحوزة الطوسية في زماننا اليوم السخافة هي السخافة والتفاهة هي التفاهة والجهالة هي الجهالة والحقارة هي الحقارة بعينها المفيد هنا يتراجع عن كل ذلك الكتاب مشحون بالروايات التي ترفض عقائد الضلال تلك ولذا هم هؤلاء اللعناء السخفاء الذين ينكرون أن الكتاب للشيخ المفيد لأنهم يريدون أن يثبت ذلك الضلال ويحافظ على بقائه في الوسط الشيعي ولا يريدون لمثل هذه الثقافة المدعة في كتاب الإختصاص أن تنتشر في الواقع الشيعي أيضا المفيد أنكر الرجعة في آخر كتابه الإرشاد أنكر الرجعة العظيمة أنكر رجعة الأئمة ولكنه في أوائل المقالات أثبت الرجعة العجيبة أثبت رجعة بعض المؤمنين وبعض الكافرين زمن الظهور القائمي الشريف أثبت هذا لكن هذا ليس أمرا مهما بالقياس إلى الرجعة العظيمة التي أنكرها وتبنى قولا كقول نواصب في كتبهم حتى وإن جاء في بعض رواياتنا فالذي جاء في رواياتنا جاء بلسان التقية بلسان المدارات ونحن عندنا الكثير من أحاديث التقية ومن أحاديث المدارات الأمور لا تفهم بهذه الطريقة آل محمد عندهم معاريض وعندهم لحن قول وأرجعون إلى معاريضهم وإلى لحن قولهم كي نفهم قولهم وكي ندرك مضامين كلامهم صلوات الله عليهم لكنه هنا يثبت الرجعة العظيمة أصلا الرواية التي تتحدث عن أن الحسين سيقتل مرة ثانية في الرجعة العظيمة العراقيون سيقتلونه مرة أخرى موجودة هنا في كتاب الإختصاص صفحة ميتين أو سبعة وخمسين يأتي الحديث عن الرجعة العظيمة لكنه مثل ما قلت لكم كان الرجل مضطربا في نقله للأحاديث مثل ما وصف نفسه قال وألعجت ألعجت في تأليفه هكذا قال في المقدمة ويقرأ المكتوب من عنوانه وتلك براعة الاستهلال براعة الاستهلال أن المؤلف في بداية التأليف أو أن المتحدث في بداية الحديث يقول كلاما مجزا مختصرا وعميقا ودقيقا يلقص فيه كل ما سيأتي في قادم كتابه أو في قادم حديثه أو في قادم أيامه فهو هنا يثبت الرجعة في هذا الموضع وغيره الرجعة التي أنكرها في كتاب الإرشاد أثبتها هنا وبنحو عميق أثبتها وإن كانت الروايات مضطربة في تنسيقها وربما هذا الإضطراب طرأ على الكتاب بعد ذلك لكنني لا أملك دليلا على هذا القول أو على هذا الاحتمال إذن المفيد ألف الإختصاص استجابة للرسالة الأولى وهذا واضح إنه حديث عن السلف الصالح إنه تصحيح لعقائد ضلاله في كتبه السابقة فهو يتحدث عن العلم اللامحدود لمحمد وآل محمد وعن الولاية المبسوطة على الجميع على الناس وغير الناس وهو يتحدث عن الرجعة العظيمة التي أنكرها بالمطلق بالكامل في كتابه الإرشاد ولم يثبتها في بقية كتبه العقائدية وإنما أثبت الرجعة العجيبة التي هي من شؤون الغيبة والظهور نذهب إلى فاصل مر علينا في ضلالات المفيد وهرائه في كتابه الإرشاد أنكر ظلامة فاطمة وأنكر وجود المحسن قرأت هذا عليكم ومر علينا حديث ضلاله ذاك في كتاب الاختصاص رجع فأقر بظلامتها ولهذا السبب هؤلاء السفلة أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء هؤلاء السفلة ينفون هذا الكتاب عن المفيد يريدون لذلك الضلال أن يبقى كي يحتج به محمد حسين فضل الله وأمثاله صفحة 183 من الطبعة التي بين يديه حديث فدك أقرأ بعضا مما جاء في حديث فدك إلى أن يقول المفيد في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئة فدعا بكتاب فكتبه لها من الذي كتب الكتاب أبو بكر كتب لفاطمة كتابا برد فدك بعد أن احتجت عليه هكذا موجود فقال فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك فقالت كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك فقال هل أمه إلي فأبت أن تدفعه إليه فرفسها برجله وكانت حاملة بابن اسمه المحسن فأسقطت المحسنة من بطنها ثم لطمها فكأني أنظروا إلى قرط في أذنها حين نقفت نقفت يعني حينما كسر القرط ثم أخذ الكتاب فخرقه فمضت ومكثت خمسة وسبعين يوما مريضة مما ضربها عمر ثم ثم قبضت إلى آخر ما جاء في هذا الحديث هذا الحديث عنوانه حديث فدك هذا الحديث منقول عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق وجاء هذا التفصيل نحن عندنا في رواياتنا من أن النبي قد كتب صكا لفاطمة ومن أن عمر أخذ هذا الصك من يد فاطمة وبصق فيه ومزقه هذا موجود في رواياتنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكن المفيد أثبت الذي أنكره هناك يغلب على ظني أن الكتاب تعرض إلى تصحيف بعد المفيد ولكن لا أريد أن أتحدث عن شيء لا أملك عليه دليلا وإن كانت القرائن الموجودة تساعد على ذلك القرائن التي هي في داخل الكتاب والقرائن التي هي في الظروف الموضوعية المحيطة بالمفيد وما أعرفه عن حقارة وسفالة الحوزة الطوسية عبر التأريخ وإلى يومنا هذا في مرحلة تمكنوا من تحريفه وفي مرحلة في زماننا لا يتمكنون من تحريفه أنكروا نسبته إلى المفيد حينما كانت الشيعة تعرف أن الكتاب للمفيد حرفوا وحينما ضاع الأمر عليهم في الزمان هذا قالوا هذا ليس للمفيد هذه القضية يعملون بها دائما وعلى طول الخاط ليس مع الكتاب هذا فقط مع كتاب سليم مع توحيد المفضل كتاب فكر مع تفسير إمامنا الحسن العسكري مع تفسير القمي مع تفسير العياشي مع تفسير فرات الكوفي إذن أين تفسير أهل البيت للقرآن أولاد أين تفسير أهل البيت للقرآن إذا كانت كل الكتب التي تشتمل على تفسيرهم لقرآنهم ما هي بكتب صحيحة إذن أين تفسيرهم تفسير جابر ضيعوا تفسير الإمام العسكري لم يبقوا منه إلا القليل تفسير القمي زوروه وحرفوه وحذفوا منه الكثير صدقوني هذا هو الواقع هذه الحقائق سأحدثكم عنها إن جرت الأمور بأسبابها فيما بقي من حلقات برنامج الخاتمة حينما أحدثكم عن تأريخ حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم يستمر المفيد في حديث سقيفة بني ساعد فقد أورد المفيد حديث فدك وحديث سقيفة بني ساعد وتحدث كذلك عن محنة أمير المؤمنين وأسهب في هذا الموضوع هو لم يتحدث بحديث من عنده وإنما جمع الأحاديث والروايات لكن الكتاب ليس منظما ليس منسقا ومن هنا فإن الذي يعود إليه هو عبارة عن كشكول للأحاديث الكتاب ليس متسقا فإما أن الرجل كان مستعجلا وكان مضطربا نفسيا وإما أن القوم الطوسيين عبثوا بالكتاب من بعده حتى يضعف قيمته والذي يراجعه لا ينتفع منه كثيرا لأنه ليس منسقا الكتاب مضطرب جدا بينما كتابه الإرشاد منظم جدا لأنه كتاب ضلال لم يعبثوا به لأن كتاب الإرشاد ينكر الرجعة العظيمة التي هي أساس ديننا لأن كتاب الإرشاد ينكر مجيء القافلة السجادية والزينبية من الشام إلى كربلاء في زيارة الأربعين لأن كتاب الإرشاد يقول عن مرض إمامنا السجاد من أنه كان مصابا بالإسهال الشديد كان مصابا بالذرب لأن كتاب الإرشاد لأن كتاب الإرشاد ينكر ظلامة فاطمة لأن كتاب الإرشاد تفوح رائحة الضلال والنصب منه تفوح رائحة البترية والمرجئية القذرة من صفحاته وسطوره لا يعني أن الكتاب خلي من الهدى والمعلومات الصحيحة لكن الضلال تفوح رائحته بشكل واضح من هذا الكتاب حافظوا عليه ويمجدون به هذه مشكلة مع حوزة النجف ومع مرجعية النجف ومع الطوسيين منذ أكثر من أربعين سنة إمام زماننا في رسالته التي بعث بها إلى الشيعة زمن الغيبة الأولى حينما من المصادر من المصادر المهمة للتوقعات المهدوية الشريفة الرسالة طويلة أقرأ من الصفحة الثمانين بعد المئة إمام زماننا يقول للشيعة وهو يتحدث عن ظلامته وفي وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة أسوة حسنة في ظلامتها ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه العبارة المفيد أنكر ظلامة الزهراء في كتابه الإرشاد ولكنه حين عاد إلى الحق وألهمه الإمام الهدى والرشد وعرف أن إمام زمانه يتخذ من ظلامة فاطمة أسوة له يتخذ منها أسوة ومن ظلامتها درسا والإمام ليس بحاجة إلى ذلك الإمام هو السر المستودع في فاطمة ولكنه يحدثنا كي يعلمنا لذا رجع راكضا المفيد إلى كتاب الإختصاص الذي ألعج به وألعج فيه كان يكتب وهو يحترق بناري ندمه بنار حسرته هو الذي يقول في مقدمة الكتاب هذا كتاب ألفته وصنفته وألعجت في جمعه وإسباغه مر مر علينا أيضا في هراء المفيد في كتب ضلاله قبل أن يعود إلى الهدى وقبل أن يكون ملهما بإلهام من قبل إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه كان ابن قيس من جملة خواص أمير المؤمنين في الصفحة الثالثة وذكره أيضا في الصفحة الثامنة فأين ذكر اسمه قال ومن أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه حبيب مظهر هذا هو حبيب الأسد الذي استشهد في الطفوف والذي جعل له إمامنا السجاد قبرا خاصا له ميزه عن بقية الشهداء حتى عن بقية الهاشميين إنه حبيب في بعض الكتب حبيب ابن ظاهر وفي كتب أخرى حبيب ابن مظهر حبيب مظهر ويبدو أن كلمة ابن سقطت حبيب ابن مظهر وميثم التمار ورشيد الهجري وسليم وسليم ابن قيس الهلال عده في أخص خواصه في أخص خواص أمير المؤمنين لقد رجح رجعة قوية أخصه ها هو يتحدث عن السلف الصالح ولقد أثبت في ذلامة فاطمة وإنما جاء في أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما يرتبط بارتداد الأمة بعد رسول الله ذكره في الصفحة السادسة ذكر الأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع في الصفحة السادسة وكذلك في الصفحة العاشرة وفي الصفحة الرابعة والستين ذكر ما يرتبط بارتداد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة وبالنسبة لزمان أمير المؤمنين بعد رسول الله تحدث عن ارتداد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة يتحدث عن سلمان والمقداد وأبي ذار هذه المضامين في كتاب سليم ابن قيس هذا هو الذي في كتاب سليم ابن قيس والذين يحاربونه وينكرونه سليم ابن قيس تحدث في كتابه ناقلا أن أحاديث عن رسول الله عن أمير المؤمنين وعن خواص أمير المؤمنين سلمان وأمثال سلمان تحدث عن السقيفة وعن ضلال أصحابها ولؤمهم وتحدث عن بيعة الغدير ونقضها وتحدث عن ظلامة فاطمة وقتلها وتحدث عن إسقاط جنينها وعن غصب فدك وسائر حقوق فاطمة وتحدث عن الأئمة الاثني عشر ومقاماتهم وتحدث عن ظهور القائم ورجعة محمد وآل محمد هذه موضوعات كتاب سليم بن قيس الذي يحاربونه وينكرون أحاديثه المفيد أثبت هذه المضامنة في هذا الكتاب وأثبتها بشكل واضح وذكر ما ذكر من الروايات عنهم صلوات الله عليهم نذهب إلى فاصل ما يرتبط بإمامنا السجاد وما ذكره من مرض الذربي الذي نسبه إلى الإمام السجاد ينقل ذلك عن حميد بن مسلم عن هذا الناصبي لعنة الله عليه لم يشر المفيد في كتاب الاختصاص إلى هذا الموضوع لكنه جاء بقصيدة الفرزدق وفصل القول بخصوصها وأورد القصيدة وتحدث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أتراه أتراه يريد أن يخبر عن الفرزدق عن شاعر مدح الإمام السجاد أم أنه يريد أن يعتذر للإمام السجاد بهذا الذي ذكره في كتابه أنا لا أعرف شيئاً عن هذا لكنني أوردت هذه الملاحظة كي تلتفت إلى أن المفيدة ذكر في كتابه أيضاً قصيدة الفرزدق في متح إمامنا السجاد صلوات الله عليه وتحدث في هذه الأجوى ما يرتبط بزيارة الأربعين لم أجد شيئاً يرتبط بهذا الموضوع مع ملاحظتي أن ضلال المفيد لا ينحصر بالموضوعات التي ذكرتها لكم إنما أعيد ذكر هذه الموضوعات لأنني ذكرتها وعلقت عليها وبخصوص جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه فإنه قد روى عنه كثيراً وذكر بخصوصه روايات تمدحه غاية المدح وفي مواطن عديدة يبدو أنه كان يستهزئ كثيراً بجابر ولذا يريد أن يكفر عن هذا على سبيل المثال مثلاً في الصفحة السابعة والستين تحدث عن علاقة جابر الجعفي بالإمام الباقر وكيف وكيف أن الإمام الباقر هو الذي أمره أن يظهر الجنون كي يحافظ على حياته وسلامته الواقعة مفصلة لا مجال للقراءة الوقت يجري سريعاً صفحة 128 نقل حديثاً مفصلاً من أجمل الأحاديث عن جابر الجعفي حيث أن الإمام الباقر يخصه بحديث صلاة الجمعة وهو حديث جميل ومفصل جداً صفحة 128 129 130 حديث طويل وكذلك صفحة 204 ينقل رواية بسنده عن زياد بن أبي الحلال قال اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي البعض يريد أن يرفضها والبعض يريد أن يقبلها فقلت أنا أسأل أبا عبد الله أنا أسأل الإمام الصادق عن أحاديث جابر فلما دخلت الإمام ابتدأني من دون أن أسأله فلما دخلت ابتدأني فقال رحم الله جابر الجعفي كان يصدق علينا لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا هذا الكلام مناقض للذي كان يقوم به المفيد من الاستهزاء بجابر ومن أنه يتهمه بأنه كان مخلطا مثل ما قرأت عليكم من فهرست النجاشي الذي يسميه مراجع النجف زورا وبهتانا بأنه رجال النجاشي كذلك في الصفحة الثانية والسبعين بعد المائتين نقل حديثا عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر في أمر خاصا يكشف عن خصوصية منزلة جابر عند الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة الثانية والعشرين بعد الثلاثمائة نقل حديثا مفصلا عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر وكيف أن إمامنا الباقر أرى جابرا الجعفي ملكوت السماوات والأرض الرواية مفصلة موجودة على صفحة ثلاثمائة واثنين وعشرين صفحة ثلاثمائة وثلاثة وعشرين وكأن المفيد يريد أن يعتذر لجابر الجعفي وهذا واضح جدا وهذا الأمر يجري في سائر أصحاب الأئمة من هنا قلت لكم المفيد ألف الكتاب لأجل أن يتحدث عن السلف الصالح الذين كان يسيء إليهم مثل ما كان يسيء إلى جابر الجعفي ومثل ما كان يسيء إلى كتاب سليم بن قيس وتلك إساءة إلى سليم بن قيس وليس إلى الكتاب هذا كتاب عانى عانى ما عانى فيه سليم لو كان المقام للحديث عن معاناة سليم في جمع ذلك الكتاب وتأليف ذلك الكتاب وهو أول كتاب عندنا أول كتاب عند الشيعة من كتب أحاديث أهل البيت ولذا فإن إمامنا الصادق يصفه بأبجد الشيعة هذه الحروف الأولى من ثقافة العترة الطاهرة تسجل بقلم سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه بقلم هذا المجاهد سطر لنا كتابا من نور ولم يصطر لنا كتابا من حروف إنها كلمات محمد وعلي وآلهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل ما قال إمامنا السجاد حين عرض أبان ابن أبي عياش الكتاب على الإمام السجاد فقال هذا حديثنا هذا حديثنا نعرفه والله هذا حديثنا نعرفه هذا حديث محمد وآل محمد وحديث جابر الجعفي هكذا وحديث المفضل ابن عمر هكذا وحديث محمد ابن سنان هكذا وحديث 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 هذه أحاديثهم وهذه ثقافتهم لكننا ماذا نصنع لهؤلاء السفلتي الذين يقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان وقد دمروا ثقافة العترة الطاهرة هذا هو كتاب الإختصاص وقد حدثتكم عنه بنحو موجز لهذا السبب ينكرونه هذا الخوئ معجم رجال الحديث الجزء الثامن القضية ليست خاصة بالخوئ لكن الخوئ البوابة التي جاءنا كل الضلال في هذا العصر منها عبر تلامذته وعبر المراجع الذين يتسيدون الشيعة الآن الطبعة الخامسة طبعة منقحة ومزيد ألف وتسعمية واثنين وتسعين ميلادي هذا هو الجزء الثامن من معجم رجال الحديث للخوئ صفحة مية وسبعة وتسعين في ترجمة رشيد الهجري رقم الترجمة أربعة آلاف خمسمية واثمانية وتسعين إلى أن يقول الخوئ فإن كتاب الاختصاص باعتبار أن المفيد تحدث عن السلف الصالح وتحدث عن رشيد الهجري وقبل قليل قرأت عليكم اسمه حينما كان يذكر المفيد أصحاب أمير المؤمنين فذكر حبيب ابن مظاهر الأسدي وذكر ميثم التمار وذكر رشيد الهجري وذكر سليم ابن قيس الهلالي وغيره فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سر فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره في الصفحة السابعة والتسعين بعد المئة وكذلك في الصفحة السابعة بعد الثلاثمئة في ترجمة زهير بن معاوية رقم الترجمة أربعة آلاف سبعمائة سبعمائة وواحد وستين أقول الخوء يقول أقول لم يثبت أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس سر كذلك في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثمئة هذا في ترجمة زيد بن أرقم والتي تبدأ في الصفحة الثالثة والأربعين بعد الثلاثمئة رقم الترجمة أربعة آلاف ثمانمئة وأربعين فالصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثمئة أقول من الذي يقول الخوء أقول وهذه الرواية أيضا لا يعتمد عليها لجهالة جملة من رواتها مضافا إلى أن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه من تأليف الشيخ المفيد قدس سر وقد ذكر هذا في مواطن أخرى أنا أذكر ما أذكر على سبيل المثال والأنموذج وهذا السيستاني هذا كتابه تعارض الأدلة واختلاف الحديث الجزء الأول وهو الجزء العاشر من مجموعة كتبه هذه طبعة طبعة مؤسسة نور الأمير وهذه التقريرات لهاشم الهاشم الطبعة الأولى ألف أربعمية واحد أربعين هجري قمري قموا المقدسة في صفحة العشرين بعد الأربعمائة وقد ورد ذكر الحديث في كتاب الاختصاص وبصائر الدرجات إلا أن كتاب الاختصاص لم تثبت نسبته إلى المفيد هذا كلام السيستاني ككلام الخوي إلا أن كتاب الاختصاص لم تثبت نسبته إلى المفيد وهذا الكتاب لمحمد رضا السيستاني لمرجع المستقبل في النجف هذا هو الجزء الأول من كتابه قبسات من علم الرجال تقرير محمد البكاء هذا هو الجزء الأول الطبعة الأولى 2015 ميلادي دار الوركاء صفحة 214 نعم ورد في كتاب الاختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد كتاب منسوب إلى أن يقول ولكن كتاب الاختصاص كما أشير إليه إنما هو منسوب إلى المفيد ولم تثبت هذه النسبة بل هناك شواهد على خلافها ولم تثبت هذه النسبة فكتاب الاختصاص ما هو بكتاب للشيخ المفيد مشرعة بحار الأنوار وفي الحقيقة لا بد أن يسمى هذا الكتاب مذبحة بحار الأنوار هذه معجزة خوئية من الطراز الأول بحار الأنوار يتألف من مئة وعى عشرة أجزاء مئة وعشرة جزء حوله هذا البتري الخوئي محمد آصف محسني حوله إلى جزعين فقط هذا الجزء وجزء آخر الجزء الأول من هذه المزبلة والتي يفترض أن تسمى مذبحة بحار الأنوار هو سماها مشرعة بحار الأنوار ألا لعنة عليها ولعنة على منهجها ولعنة على منهج أستاذه الخوئي لأنه هو يقول أنا قمت بهذا العمل وفقا لمنهج أستاذي الخوئي ألا لعنة على منهجه هو محمد آصف محسني ولعنة على منهج أستاذه الخوئي في الصفحة الثالثة والأربعين بعد الأربع مئة يقول آصف محسني كما أن مؤلف الإختصاص أيضا مجهول على الأقوى يعني نحن لا نعرف من ألف الإختصاص فهو ليس للمفيد كما أن مؤلف الإختصاص أيضا مجهول على الأقوى نحن لا نعرف ه من هو كاظم الحائر أيضا في تقريرات أبحاثه لأستاذه محمد باقر الصدر ينقل رأي محمد باقر الصدر في أن الإختصاص ليس للمفيد وهو أيضا كاظم الحائري من المراجع المعاصرين هو أيضا يذهب إلى هذا الرأي من أن كتاب الإختصاص ليس للمفيد القائمة طويلة يمكنكم أن تدخلوا إلى اليوتيوب كي تشاهدوا وتستمعوا كمال الحيدري وهو ينكر نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد القائمة طويلة طويلة هؤلاء هم البتريون والمرجئيون من المجموعة الثانية التي هي في مواجهة المفيد أعتقد أن صورة صارت واضحة الوقت يجري سريعا الوقت يجري سريعا قد يشكل من يشكل من أنني أذم المفيدة وأمدحه هذا هو أسلوب القرآن وأسلوب العترة الطاهرة القرآن مدح آدم ثم ذمه ثم مدح وآدم صفي الله القرآن هكذا فعل مدح آدم ثم ذمه ثم مدح ومدح نوحا وقرعه القرآن الله الذي قرعه الله قرعه بشدة بخصوص قضية ولده الذي غرق وطالب نوح بإرجاعه قرعه الله تقريعا شديدا ومدح نوحا وسلم عليه في العالمين القرآن كذلك فضح أولاد يعقوب ومدحهم أيضا القرآن كذلك فضح زليخة التي صارت مقربة من الله وصارت زوجة ليوسف نبي الله ولكنه فضحها هذا هو أسلوب القرآن الشيء السيء يقول عنه سيء والشيء الحسن يقول عنه حسن وهذا هو الذي فعلته فإنني قدحت في المفيد قدحت موقفه السيء وعقائده الضالة في محمد وآل محمد ومدحته حين يصفه إمام زماننا بأنه ملهم فإن الإمام قد ألهمه ألهمه الحق والهداية الميزان عندي ويفترض أن يكون عندكم أيضا محمد وآل محمد الميزان لا هو سلمان المحمد ولا هو المفيد ولا هو أنا ولا هو أنتم الميزان محمد وآل محمد فهذا هو ميزان ثقافة قناة القمر نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر